اشتركوا في القناة الانتقالي سلطة الامر الواقع جنوب اليمن اليوم الاثنين ترتيبات جديدة لتصدير النفط وقال القيادي في المجلس رياض مضحر في منشور على صفحتي بمواقع التواصل الاجتماعي ان الاتفاق الجديد يقضي باستئناف تصدير نفط جنة بمديرية بيحان شبوه عبر ميناء الحديدة وجنة هي واحدة من عدة حقول نفطية في اليمن لكنها تملك انبوب نفط انبوبا لتصدير النفط يمتد عبر مارب الى ميناء رأس عيسى وجاء الكشف عن هذه الخضوة مع احتدام المفاوضات النهائية بشأن ترتيب تصدير النفط مقابل صرف رتبات موظفية الدولة ونظم مكتب المبعوث الاممي في وقت سابق امس الاحهد الى لقاءات تشهدها حضر موت وتضم رئيس الرئاسي وقبائل المحافظات الجنفية الى جانب الانتقالي وتدور النقاشات حول الاتفاق على توزيع حصص القوى الموالية للتحالف حيث يحتدم الصراع بينها على حصة حضر موت اشكركم على حسن تابعتك والاسقاء لا تنسوا الاعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته